اسم الله الأعظم ما هو اسم الله الأعظم؟ الذي يعني دائماً يقال إنه إذا دعوت الله بي أجبنا كل اسم تستحضر الله في قلبك إذا دعوت فهو اسم الله الأعظم كل اسم معقول والله يا دكتور؟ كل اسم تستحضر الله في قلبك الذين آمنوا تقشعر جلودهم لذكر الله لما بقشعر جلدك اعرفنا هذا اسم الله الأعظم ولذلك اسم الله الأعظم ليس فرداً ولكنه متعدد في القلوب فأنت اسم الله الأعظم عندك العظيم وأنا اسم الله الأعظم في قلبك الكريم والثالث لأننا كبشر محدودون ومن صفة البشر المحدود أما الله غير محدود سبحانه فاسمه غير محدود كل اسم يقشعر له بدنك ويحضر فيه قلبك فهو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب العلماء ذكروا أسماء كثير النبي سمع واحد فيقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف نحد فقال لقد دع الله باسمه الأعظم النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في أعظم آية آية الكرسي فإن فيها اسم الله الأعظم الله لا إله إلا هو الحي القيوم فإذا قلت اللهم إني أقسم عليك بأنك أنت الله الواحد والأحد الحي القيوم اسم الله الأعظم العلماء والأولياء ذكروا أن من أسماء الله الأعظم يا حي يا قيوم الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وذلك ما يتخيل اسم الله الأعظم زي ما يقول محمد جعبري لا مش اسم محدد لا اسم الله الأعظم الذي تستحضر به القلوب ولذلك هذا العابد اللي من بني إسرائيل كان قد تعلم اسم الله الأعظم لكن ما أغنى عنه شيء لما أراد أن يدعو على جيش موسى عليه السلام فدلق لسانه صار جر على الأرض وذكره الله عز وجل كمثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد للأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب طلع لسانه إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ما فاده اسم الله الأعظم ليست العبرة أني أقول معلومة اسم الله الأعظم العبرة ليست في معلومة اسم الله الأعظم العبرة في الدعاء باسم الله الأعظم ترجمة نانسي قنقر